السلام عليكم اخوتي اخوتياتي مرحبا بكم معي فيديو جديد في وصفة جديدة على القناة كنتمنى ان شاء الله تشوفوا الفيديو حتى الاخر ونكون في فعل قلبكم وتعجبكم ان شاء الله الوصفة اليومه صحية مليون في المئة فقط تبعوا الفيديو وصفة غداء متكاملة وصحية ايضا طبيعية ما فيها لا لحوم بيضاء لا حمراء لا سمك لا طون لا احد شي حاجة فقط تبعوا الفيديو حتى الاخر مرافقة بواحد العاصرة هو اللي صحي صحي مقوي ايضا المناعة والجهاز الهضمي فقط معليكم غير تشتركوا في القناة تفعلوا جرس عفوا باش دائما توصلوا بكل جديد الوصفات وفرجة ممتعة بسم الله على بركة الله غادي نحتاجوا في هاد الوصفة جيل الغداء كما قد لكم غادي ندي هنا تقريبا واحد اربع حبات البطاطس ليكونوا متوسطين في الحجم اللي نقيتهم وغسلتهم بطبيعة الحال ونقيتهم وقطعتهم دوائر عفوا ما يكونوش غلط وما يكونوش رقاق باش هكا غادي نسلقوهم واحد نص سلقة مع شوية ديال الملحة على نارتكم متوسطة وغادي نغتيو الكاسرونة باش يتسلقونا بسرعة ونص سلقة باش ما ييتهرس الشينا بطاطا تبقى يعني حشادتها في الحجم ديالا بالنسبة الحشوة او اللي غادي نرافقوا مع هاد الطاطا عندي هنا واحد البصلاء متوسطة مفروما عندي فلفلة خضراء وفلفلة حمراء وعندي واحد نجال او لابدينجانة وعندي واحد مطشة كبيرة يعني هاد مجموعة او خالط بنبيل الخضر غادي نقطعتهم كلهم قطع صغيرة كيفما كتلاحظوا قدرتهم في واحد المقلات غادي نضيف لهم القليل من زيت النباتية او زيت المائدة غادي نحركوا غادي نخليهم يتحروا واحد شوية غادي نضيف لهم واحد راس ديال توما ليكم توسط يعني راس صغير ديال توما ولا توما ولا بودرة توما ولا الليم توفر عنكم المهم وحد درس ديال توما غادي نحكوها كف الحكاكة رقيقة وغادي نخليهم يتحروا شوية ما غادي ندرش توابل دا بحتك تتحر ليا توما مع الخضر المهم غادي نحرك مزيان غادي نحرك على نار اللي تكون متوسطة باش ما يطلقوش نار اللي تكون مجهده باش ما يطلقوش ان الخضر لما إلا الطابوع العافية مهيلا غادي نطلقو لكم الخضر لما صافي من بعد غادي ندير التوابل اللي غادي نضيف لهم هنا يوحد مع القصغير ديال الخرقوم او للكوركم نسمي العاقة صغيرة ديال الفلفل اسود او لبزار وعندي ملعقة صغيرة ايضا ديال تحميرة او للفلفل احمر حلو وعندي ايضا نسمي العاقة صغيرة من الملح وغادي ندير هنا يوحد شوية ديال الزعتر باش كين كهلنا هاد هاد الشرمولة هاده اللي كتجي بمضاق او لبضوق ديال بيت زمتا سوف نشحرها مزيان على كيمكن لكم على عافية ليكا تكون جيدا وهنا ما كان طيبهم مش تكيهراء وكنخليهم شوية يعني طازجين كان خليهم شادين فراسهم كان ناخد واحد المول اللي غادي دخول الفران ممكن هذه الوجبة هادي ما تديروها شقاع في الفران ممكن هذه الوجبة هاده ما تديروها شقاع في الفران ونطيبوها غادي فوق البوطة كان دير نصف الكمية في المول كان وزعها هكا عشوائيا مشي مشي انكم تقدوها همو عشوائيا كان ناخد ديك البطاطا بعد ما صفيتها من الماضي فيما كان تلاحظوا احتيارها سخونة كان دير دوائر كان نقدم زيان او لا كان وزعهم على المول بهذا الشكل هاده بالنسبة للدوائر مشي 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 واخد هرست ليكم مهم حاولوا تقدوها في المول انه من بعد كل شي غادي كوشي غادي طيب في الفران النبات سوف نضيف بطاطا كلها وكن ضيف ديك السلسلة اللي تبقات لي او لا التشرموه او لا التاواء او لا الخوذر عفوا ان مشرموها كلها غادي نضيفها فوق البطاطا واغين نوزعها على بطاطا كامل بحالك انا قطيت لكم عشوائيا مشي 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 يكون قادمة ثم نضيف ثلاثة البيضات يكونوا بالحجم المتوسط او الجوج او الاربعة نضيف لهم البنات نصف كس الحليب او الاربع كس الحليب نضيف شوية الملحة و شوية الفوفل الاسود او البزار و نضيف تقريبا شوية الفرماج و بصور حليب نضيف المتوسط و نضيف البيض هذا الخريط و نضيف ايضا بعض الملحة و نضيف الملحة و نضيف الفران و نضيف الملحة و نضيف ألبي بالنسبة لي كل شي عندنا طيب كل شي عندنا واجد ندخلهم اي طيبو قدروا احد الرشة ديال الزعتر من الفوق باش كتعطينا واحد النكهة كيما كتلكم بحل ديال البيتزا وندخلوهم ان شاء الله القاتن ديالنا يا طيب وغادي نوريكم ان شاء الله الشكل ديالو كيفاش كيجي في الاخير لا في الشكل ولا احتفل ما دق البنات كيجي اروع من رائع نتمنى فقط انكم غير تجربوه وان شاء الله كيما كتلكم هنشارك معاكم حتى العصير اللي غادي نرافقوه مع هاد الكغاتا هذي كما كتلكم في الاول انها واجبة صحية متكاملة بدون لحوم بلحتة شمواد حافظة كيفما كتلكم الكغاتا ديالنا بعد مطابت نخرجوها من الفران كيكون شكل ديالها رائع بزرق بدون لحوم حمراء بيضاء ولا ايضا تونة او لا تون كتجي زوينة 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 بزرق وايضا غادي نقطع لكم باش تشوفو حتى التطهرها طايبة وشدة فرازها احنا فقط نسلقها نسلقها مع شمية الملحة بس جينا بنينة مجيش من السوسة و جيباس لها درنا لها غير نسلق نسلقها نسلقها تغطيها باش ضغياء تسلق لكم وما تتررش تبقى شداء في الحجم المفورما اللي قطعتوا فيها نسلقها بأطباق فردية لوليداتها سوف يحمقوا عليها كجيل ديدة بزف هاد القغاطة وبما اننا صافي اللحوم يعني عينة في صراحة باللحم كل نهار هالحوت مره مره هكا شي حاجة صحية بلا لوحوم فقط انا دخلت غير فرماز تقولوا لي ماشي صحي من حقكم تقولوها فقط غيرت نزيد واحد لده لطبق ديانه بالنسبة للعاصير خديت هنا ايه ثلاثة ديال الحباس ديال صفرجل لابنات صفرجل صفرجل يعني معروف صفرجل كان نلصلوه مزيان وكان قطعوه يطعها بهذا الشكل هذا وكان حيطيه هادك اللوب ديال اللي كيكون قاسح وكان صلقوها البنات نسلقها كان صلقوه ماشي كان صلقوه مزيان تكيهرات كان صلقوه غيرت نسلقه بالمديال وهنا غنضيف لي واحد الجزارة وايضا واحد الحبه ديال الباربه واحد نصف عاصير حامضه وايضا واحد الموزه اللي نستمع حطيته معاهم كان جيب الكاز ديال الخلاط الكهربائي كان وضع فيه الكمياء ديال الصفرجل اللي مسلوق نسلقه مع الماء دياله يعني مع الماء الصلق وايضا كان ضيف لي جزارة وحبه ديال الباربه بالنسبة للجزارة والباربه ممسلوقين يعني خضرين وكنضيف نسل عاصير حامضه وايضا كان ضيف هديك الموزه فقط غير باش الحلاوه لانهما غنضيف لسكر لاتمر لحتشي حاجه فقط غادي نكسابه بالحلاوه ديال الصفرجل كيكون حلو خزو كيكون حلو ايضا الموز كيكون حلو فلا داعي باش نضيفه اي اضافة اخرى غادي نطحنه كيكون هذا الشكل النهائي صراحة البنات يجي من ارواع العصائر صحي مزيان البنات المعدة القولون العصابي ايضا امعاء بصفة عامة للناس اللي عندهم مشكلة في الامعاء وايضا مقوي المناعة مقوي طبيعي نتمنى انكم تجربوا هاد العصائر هادا غا تكون اتوليوا مدمينين عليها البنات اقسين بلا كيجي لديد بزاف بمداق ديال الصفرجل رائع رائع وصحي وقغتان دياله كيف ما كتلاحظو هادا والشكل ديالها كنقدموه مع العصائر كنتمنى ان شاء الله نكون خفيفة على قلوبكم وكيف ما كتلاحظو هادا الفيديو هادا الكي المونتاج لكان لي شوية صدع شدار ما بغيتش معارفين تلفازة منو انك تتصوري وصوت ديال التلفازة انه يكون يعني حاضر او لا من حقوق طبع ونشر ملكية المهم هادا هو الغداد ديال اليوم وهنا بقي ما طيبش كنت كان طيب بطبوط ديال القمح الكامل او لا الدقيق اللي قمح الكامل ما زال ما كملتوش في الطياب حتى هو نتمنى اجعل ان اطلقوا في وصفة جدا بي حول الله في امان الله